الطاقة كمحدد للعلاقات الدولية هو محور لقاء الذي نظمته وزارة الاتصال تحسبا لنعقاد القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي تحتضنها الجزائر بالتزامن مع منتدى الدول المصدرية الطاقة المنتدى دورة السابعة استضافت الإذاعة الجزائرية تليفزيول جزائرية ووكاة الأنبال الجزائرية العديد من الخبراء وسوف ينشطون العديد من المحاضرات والندوات لفائدة الصحفيين والنخبة على اختلافها والهدف الأساسي هو تلاقح وتبدل الأفكار من أجل أن نتمكن من سياغة نظرة حول مختلف المواضيع المرتبطة بقطاع الطاقة بصفة عامة الغاز بصفة خاصة وبقطاع الاقتصاد بصفة أشمل والجزائر أيضا قادرة على المساهمة في هذا الموضوع لأن الشمس وافرة بشكل كبير في الجزائر وقادرة على بناء الكثير من الحقول للواقط الشمسية لسواء لتوليد الكهرباء أو لتوليد المياه الساخنة سواء للاستخدام المنزلي أو للمحطات الحرارية المختلفة تكوين الصحفيون متخصصين في قطاع الطاقة والغاز سيعطي إضافة قوية لهذه التظاهر الطاقوية العالمية من خلال تمكينهم من التحكم في تخصصات القطاع والنقل المعلومات عن طاقة المستقبل من مصدرها الرئيسية حدثها بكل أبعاده الاقتصادية والجيوسياسية إذن من الضروري أن تنظم هذه الندوات والأيام الدراسية والإعلامية لفائدة الصحفيين حتى يكون لهم إلمان بالموضوع من قبل تواصلهم بخبراء خبراء في الاقتصاد بصفة عامة والطاقة بصفة خاصة معركة الوعي تريد أن تكسبها اليوم وزارة اتصال من خلال تكوين هؤلاء الصحفيين وتمكينهم من الحصول على مكتسبات علمية مصطلحات جدد في هذا المنتدى خاصة المنتدى الذي ستعقده الجزائر ستعويلها الجزائر فلجوء سلطات العمومية وعلى رأسة وزارة الاتصال لتنظيم أيام تكوينية للصحفيين في مجال الطاقة بمناسبة نعقاد الكامل السابعة لرؤساء الدول والحكومات المصدرة للغاز شيء إيجابي جدا وهي خطوة كان لابد أن تكون لها بداية من هذا المؤتمر قمة الجزائر للدول المصدرة للغاز تنعقد في ظل تحديات بيئية اقتصادية وسياسية ما يزيد من الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لهذا الحدث